هكذا كان مشهد ودع الكاتب وليد إخلاصي في حلب حيث شيع الجثمن الأديب الراحل في مسجد السيدة نفيسة إلى مأواه الأخير في المقبرة الإسلامية الحديثة بحضور شخصية رسمية وثقافية هذا الرجل بالنسبة لي رجل حر خلوق أديب مفكر يسعى من أجل أن يحل محل التقاليد الموروسة البالية الإسلام الصحيح والنقي بوفاة المرحوم وليد إخلاصي تكون حلب قد خسرت قامة من قامات الفكر والأدب الذين عاصروا واكب الحركة الفكرية والمعرفية بحلب على الأقل بالنصف الثاني من القرن الماضي حتى تاريخي وليد إخلاصي قدم للمسرح الأدبي ما لم يتصوره أحد مرة أخرى تودى حلب أحد قاماتها المرموقة في الفكر والأدب والمكرمة على أعلى المستويات والتي لها بصمة واضحة خلال مسيرتها الأدبية حيث استطاع عبر مسافة خمسين عاما أن يتناول بإرثه الأدبي العظيم كل ما يخص المواطن والمدينة الجميلة حلب الراحل الكبير ترك إرثا ثقافيا كبيرا أغنى المكتب العربية وكتب عن حكاية الناس أوجاع الناس أعلام الناس أفراح الناس هذه الحكاية مثلت على خشبات المسارح وفي العمال التلفزيونية وعلى شاشات السينما وليد إخلاصي شخصية حقيقة قل ما تتكرر من جهة الرقي الإنساني من جهة الشعور بالمحبة تجاه الآخرين من جهة الأداء بسلوكه من جهة إبداعاته يعني وليد إخلاصي أنتج عددا كبيرا من الأجناس أنتج ما يزيد على خمسين رواية ومجموعة مسرحية ومجموعة قصصية وتبقى حلب منبعا للتراث والثقافة ومدينة واللادى للأدباء والمفكرين ويبقى وليد إخلاصي بالقلب والروح الرحمة والمغفرة لروحه ترجمة نانسي قنقر